أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 132 ألف يهودي من السفردين كان أجدادهم قد طردوا من إسبانيا عام 1492 تقدموا لطلب الحصول على الجنسية الإسبانية تمكن أصحاب الطلبات من تقديم ملفاتهم بموجب قانون إسباني صدر عام 2015 لتصحيح ما تعتبره مدريد خطأا تاريخيا بحقهم نتابع إصلاح مشكلة عمرها أكثر من 500 عام قد يعيد نحو 130 ألف يهودي إلى الحضن الإسباني بعد أصدار السلطات الإسبانية قانونا لتصحيح ما تعتبره خطأا تاريخيا وهو طرد 200 ألف شخص من يهود السفردين بأوامر الملوك الكاثوليك بداع نقاء الدم المتقدمون للجنسية عليهم إثبات أصولهم بواسطة حخام محلي أو دراسة للنسب واجتياز امتحان باللغة الإسبانية لقد بدأت إجراءات الحصول على الشهادات بصفة سليلة لليهود وفقا للقانون الإسباني الذي صدر عام 2015 ويسمح لأولئك الذين يثبتون نسلهم اليهودي الحصول على الجنسية الإسبانية إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية تشير إلى أن غالبية المتقدمين للجنسية هم من اليهود الذين هاجروا إلى دول أمريكا اللاتينية وتحديدا من فئة الشباب غالبية الأشخاص الذين تعاملتوا معهم والذين يريدون الاستفادة من جواز سفر إسباني هم من فئة الشباب وجميعهم تقريبا من الحرفيين حماسة يهود دول أمريكا اللاتينية الفقيرة نسبيا لاستعادة الجنسية الإسبانية الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وخاصة بين الفئات العمرية الصغيرة تشير إلى أن سعي هؤلاء قد لا يكون حبا بالعودة إلى الجذور على مقدار ما هو طمع بالهجرة وبناء مستقبل أفضل وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الدكتور حسن أريد سياسي وكاتب مغربي وأول ناطق رسمي باسم القصر الملكي سابقا وأيضا ينضم إلينا من مدريد الدكتور حسين مجدوبي كاتب وصحفي مغربي مقيم في إسبانيا لأكثر من عشرين عام أهلا بكم ضيفي الكريمين إلى التلفزيون العربي وبرنامج شبابيك دكتور حسن أريد أبدأ معك في البداية لو ممكن أن نتعرف ولو بشكل سريع نظرة تاريخية عن موضوع المرسكيين عن موضوع هذا الطرد الذي حصل تلك المعاملة تلك الإجبار على التنصير أو حتى التهجير أول شيء هو بعد سقوط غرناتا سنة 1492 يعني بناء كان هناك اتفاق بين الملكة إيزابيلا الكاثوليكية والملكة أبو عبد الله على احترام عقائد المسلمين لكن رجال الكنيسة لم يحترموا هذا المقتدى وفرضوا التنصير على المسلمين مما أجبر الكثيرين على النزوح إلى شمال إفريقيا في المغرب والجزائر وتونس المرحلة الثانية هي التي تعتبر ثورة البخاراس حينما فرض رجال الدين على المرسكين أو من أصول مسلمة أن يغيروا أسماءهم ويغيروا أزياءهم ويغيروا دينهم أيضا يعني يصبحوا جزءا من النسيج المسيحي فرفضوا فكانت هناك ثورة البخاراس المرحلة الثالثة هي حينما صدر قرار من الملك فيليبي الثالث بطرد كل الذين هم من أصول مسلمة وأؤكد على أصول مسلمة لأن غالبيتهم كانوا قد تنصروا وكانوا يسمون بالمسيحيين الجدد فنحن نتحدث عن ثلاثة مراحل كل مرحلة تحيل إلى ظاهرة 1492 1568 ثم قرار التهجير 1609 طيب نشرك معنا طبعا الدكتور حسين مجدوي دكتور حسين أهلا بك يعني لو ممكن أيضا نتعرف على موضوع هذا القانون دلالات هذا القانون لماذا أيضا إسبانيا حاولت منح هذا الحق لأحفاد اليهود فقط أيضا مساء الخير لك وللجمهور الكريم وكذلك للصديق الأستاذ حسن أوريد مسادقة البرلمان كانت في 2015 أي نتحدث منذ أربع سنوات والهدف من هذا كان هو مجموعة من المتقفين الإسبان أساسا وكذلك مجموعة من اللوبيات اليهودية هو أن تعمل إسبانيا على استعادة ما يمكن أن نسميه هويتها القديمة أي الهوية التي كانت مشكلة من المسيحية ومن الإسلام وكذلك من اليهودية لأن هؤلاء المتقفين يقولون على أن إسبانيا قد استعادت هويتها الإسلامية من خلال المهاجرين الذين يبلغون الآن حوالي مليونين مسلم أغلبهم هم من المغاربة حتى أن وزير الخارجية جوسيب بورريل قال منذ أشهر قليلة على أن الإسلام أصبح ركيس من ركائس الحضارة لإسبانيا في وقتنا الرهين وكذلك في أوروبا وبالتالي فإن هناك أسباب سياسية رئيسية هو محاولة جلب ما يمكن أن نسميه العنصر اليهودي إلى إسبانيا وخاصة رجال الأعمال وكذلك استعادة الهوية التاريخية لإسبانيا لكن حسين عفوا كان هناك استهزاء حتى من الداخل الإسباني حول عملية الإعادة حول عملية هذا القانون ومنهم من قال بأنكم سلبتوا اليهود في السابق والآن تريدون أن تعيدوهم من جديد إلى إسبانيا هذا من جانب من جانب آخر في محاولة إسبانيا لعادة استعادة لو قلنا الروابط مع هذه الثقافة القديمة المسلمون كان لهم أيضا تشكلوا جزء كبير من تاريخ الثقافة الإسبانية المتعددة ما زال المسلمون يشكلون عنصرا رئيسيا في الثقافة الإسلامية وكما قلت على أن وزير الخارجي الإسباني جوسيف بورير قال منذ شهر فقط على أن الإسلام أصبح عنصرا رئيسيا من الحضارة والسياسة الإسبانية في وقتنا الرئيسي لا ننسى على أنه يوجد الآن في إسبانيا أكثر من مليونين مسلم أغلبهم من المغاربة ولا ننسى على أن كانت هناك مبادرات في الماضي حول استعادة المغاربة للجنسية الإسبانية أتذكر هنا مثلا سنة 2006 في البرلمان الأندلوسي تمت المسادقة على ضرورة منح الجنسية الإسبانية لأحفاد الموريسكيين الذين طردوا خاصة إلى شمال إفريقيا وبالأساس المغرب الذي كان قد احتضن النسبة الكبيرة منهم سأعود إلى هذه النقطة في نفس الوقت كذلك أن سنة 2007 سادقت حكومة الحكم الذاتي في الأندلوس وهي أكبر مقاطعة إسبانيا على أن ما يسمى بأب الوطن الأندلوسي هو بلاس إنفانتي وبلاس إنفانتي كان هو أحد المدافعين عن المغرب وكان قد اعتنق الإسلام بمعنى أن أب الوطن الأندلوسي في الوقت الرائعين هو بلاس إنفانتي المسلم الذي كان قد قتل إبان الحرب الأهلية سنة 1936 طيب نسأل الدكتور حسن دكتور حسن هذه المحاولات كيف قُبلت في المغرب كيف قُبلت من الموريسكيين لو قلنا ماذا تم من خلالها هل كان هناك تواصل هل كان هناك حتى تواصل مع الحكومة كان هناك رسالة سابقة في 2000 ويمكن 2007 أو في هذا التوقيت حتى لملك المغرب عفوا لملك إسبانيا تطالب إسبانيا طبعا بنفس الخطوة تجاه أحفاد اليهود نفس الخطوة تجاه أحفاد المسلمين أول شيء دعني أذكر بشيء أعتقد بأنه من الضروري أن نستحضره وأن إسبانيا أو ملك إسبانيا سابق خون كارلوس سبق له أن قدم اعتدارا لليهود قبل صدور قانون يعترف لليهود من أصول إسبانيا بالجنسية كان هناك اعتراف أو اعتدار عفوا لما حاق باليهود وهو الأمر الذي لم يصدر بالنسبة للمسلمين وكانت هناك جمعيات مسلمة في المغرب والجزائر وتونس بالأساس طالبت بالاعتذار فهناك لحظة أعتقد من الضروري أن نستحضرها طبعا بعد صدور قرار الاعتراف بالجنسية عبرت جمعيات من أحفاد أجداد الموريسكيين عن ضرورة المعاملة بالمثل طبعا أنا في اعتقادي أن المسألة ليست فقط قصرا على من يتحذرون من أصول الموريسكي أنا أنطلق من شيء أساسي هو الحقيقة التاريخية صحيح لكن سيد حسن حتى صحيفة القارد تحدثت وسألت أيضا أن هذا الحق لليهود تساءلت أيضا إن كان أحفاد مسلمي الأندلس سيشملهم هذا القرار هو أول شيء أعتقد بأن القضية بالنسبة ليهود المسلمي مختلفة لعدة اعتبارات والعداد الآخرين والمسألة في اعتقادي تتجاوز من منظوري الاعتراف بالجنسية أو عدم الاعتراف أو الاعتذار أعتقد بأن المسألة بالمنظوري كأستاذ لتاريخ وكمثقف هو الاعتراف بالحضارة الإسلامية إلى الآن هناك جانب من التعتيم يطال هذا الرامع ربما هناك تصريحات مطمئنة لكن الواقع شيء آخر هناك متاحف في إسبانيا حول محاكم التفتيش ولا إشارة واحدة لما حاق بالمورسكين وينبغي هنا أن نذكر أن حتى كلمة المورسكين هي كلمة مستقاة من الأدبية الإسبانية وهي كلمة قدحية وهي العربي الحقير ولذلك هناك الكثير من أحفاد المورسكين يأنافون ويرفضون هذا التابع إلى الآن هناك نوع من تابو حول هذا الموضوع وأنا أعتقد بأن المسألة ليست في محاكمة إسبانيا ولكن من أجل فتح جسور التعاون إسبانيا تحدثت قبل سنوات عما أسمته تحالف الحضارات أنا أعتقد بأن المدخل الأساسي لما أسمته بتحالف الحضارات هو فتح هذا الملف من بوابة المورسكين وهذا الملف إلى الآن حسب معرفتي وتتبعي إلى الآن يطاله كثير من التعتيم إلى الآن ليس هناك رد فإن أنت أشرت إلى أن هناك مرسلات لم يرد هناك رد من لدن المسؤولين الإسبان على ما أقدمت عليه كثير من الجمعيات من أصول مورسكية ودكتور حسن هناك من يقول بأنها هي حملة تهدف طبعا إلى هذا الموضوع وأيضا لو توسع الموضوع ليشمل طبعا المسلمين هنا تكمن الموضوع بأن أغلبية الإسبان يتجاهلون أظلا هذه النقطة التي أشرت إليها سعود إليك دكتور حسن وأيضا دكتور حسين لكن المشاهدين نذهب إلى الزميلة دانيا إرشيد التي تعطينا بعض الحقائق عن السفرديم والمورسكيين واجهت دول وشعوب وأقليات اضطهاضا في الماضي تمثل في الاحتلال المباشر أو الغزو والتعذيب والتهجير ولا تزال الدول المتضررة أو الأقليات تنتظر اعتذارا أو جبر الأضرار وتعويضا ممن ارتكب تلك الفضاعات أحد هذه الملفات يتعلق بماضي إسبانيا أكثر من 132 ألفا من يهود السفرديم ممن طرد أجدادهم من إسبانيا عام 1492 أي في القرن الخامس عشر ميلادي تقدموا بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية وتمكن أصحاب الطلبات من تقديم ملفاتهم بموجب قانون إسباني صدر عام 2015 لتصويب ما تعده مدريد خطأ تاريخيا أي طرد حوالي 200 ألف يهودي من إسبانيا بحسب المؤرخين بأوامر من الملوك الكاثوليك بداعي نقاء الدم ولم يحصل منهم حتى الآن على الجنسية سوى 6 ألاف وفقا للمديرية العامة للاستجلات وكتاب العدل وهي هيئة تابعة لوزارة الداخلية وأمام هذه الخطوة الإسبانية تجاه اليهود السفردين ومنحهم الجنسية وحق العودة إلى إسبانيا يطرح سؤال عن حقوق أحفاد المسلمين ممن طرد أجدادهم أيضا من إسبانيا وهل سيشملهم هذا القانون أم سيقتصر على اليهود ففي بداية القرن السابع عشر وبعد 120 سنة من طرد اليهود من إسبانيا طرد المورسكيون أي المسلمون الذين قدرت أعدادهم حينها بأكثر من 300 ألف شخص حيث استقر معظمهم في الدول المغاربية وأرسلت مجموعة تمثل المورسكيين في المغرب رسالة إلى الملك خوان كارلوس قبل فترة تطالب إسبانيا بنفس الخطوة تجاه أحفاد المسلمين والمورسكيون هم مسلمون بقوا في إسبانيا بعد سقوط الأندلوس على يد الممالك المسيحية في شبه الجزيرة الإيبيرية واعتنق هؤلاء الديانة المسيحية مكرهين مخافة من طردهم وعان هؤلاء من محاكم التفتيش التعسفي التي راقبت علامات تمسكهم بالدين الإسلامي والثقافة العربية إلى أن تم نفيهم نهائيا بأمر ملكي في بداية القرن السابع عشر الميلادي جمعية ذاكرة الأندلوسيين ومقرها الريباط انتقدت ازدواجية المعايير الإسبانية بعرضها العودة على أحفاد اليهود المطرودين من إسبانيا وعدم عرضها على أحفاد المسلمين المطرودين الجمعية ذكرت أن هناك نحو ستمائة عائلة في المغرب وصولها الإسبانية معلومة على الرغم من أنهم لا يتحدثون الإسبانية القشتالية نعود طبعا إلى ضيوفنا من من المغرب ومن إسبانيا أعود إليك دكتور حسين دكتور حسين أريد أن يعني عمليا أريد أن أعرف عملية الحصول على الجنسية الإسبانية لأحفاد اليهود كيف تتم مع الشروط التعجيزية التي وضعتها الحكومة الإسبانية في هذا الموضوع عملية الإثبات هي عملية معقدة وحتى الآن كما ذكرنا في التقرير ستة ألاف الرقم من أصل يمكن مئة واثنين وثلاثين ألف قدموا الطلبات مئة واثنين وثلاثين ألف بالضبط لا ننسى على أن فقط خلال الشهر الماضي وخلال أغسطس وخلال سكتمبر تم تقديم حوالي خمسة وثلاثين ألف طلب وبالتالي فإن عملية إثبات الجنسية يتطلب إجراءات تستغرق ما بين سنة وسنتين السنة الأولى والثانية بالكاد تقدم 20 ألف من اليهود السفرديم وأغلبهم من أمريكا اللاتينية بمعنى أن اليهود السفرديم المقيمين في أوروبا وفي إسرائيل وكذلك في الولايات المتحدة أو باقي الدول حتى بعض الدول المغربية أو بعض الدول العربية لم يتقدموا بهذا الطلب وبالتالي علينا أن ننتظر سنة أو سنتين لكي نرى لكن بالنسبة لإجراءات الحصول على الجنسية بل بالعكس فهي سهلة جدا مقارنة مع المهاجرين وخاصة المغاربة مثلا المواطن المغرب وإن كان من جذور موريسية عليه أن ينتظر عشر سنوات وشروط مشحفة للغاية بينما السفرديم أو اليهود السفرديم عليه أن يقدم فقط شهادة من خاخام محلي أو أن يثبت مثلا عبر النسب أنه ينتمي إلى عائلة يهودية بل بالعكس سيكون هناك عقلة بل أن هناك إجراءات جد سهلة بالنسبة لليهود ومعقدة بالنسبة للجنسية المغاربية والمغاربية أو العرب عموما طيب دكتور حسن في 2006 تقدم حزب يساري في إسبانيا في قليم الأندلس طبعا بمشروع قانون يعترف بحقوق المسلمين وهذا تحدثنا عنه الذين طردوا لماذا هذا المشروع لم يصل إلى مرحلة التصويت أريد أن أسأل عن عملية استثمار مثل هذه مقترحات مثل هذا القوانين عملية المحاولات إن كانت في المغرب أو حتى في الدول العربية ممن طرد أجدادهم من الأندلس أنا أقول لك بأن رؤيتي كمؤرخ ليس فقط حصول على الجنس أعتقد بأن المسألة هي الاعتراف بالبعد العربي الإسلامي في الأندلس أو الحضارة الإسلامية ومثل ما قلت أنا أفهم مثلا بعض الأسر وبعض الملحدرين من أصول موريسكية أن يطالبوا ربما باعتذار أو تعويض أو اعتراف بجنسية أنا بالنسبة إلي هو الاعتراف بهذه الحضارة التي هي حقيقة مفخرة لإسبانيا وإسبانيا موزعة بين مدرستين مدرسات ترى بأن هؤلاء يعني إستان في نهاية المطاف لربما تحدثوا باللغة العربية ولكنهم إسبان أليس يكون منهم أصحاب أرض في الأصل هناك مدرسة أخرى طبعا لأنهم أسلموا فهم إسبان بناء على علاقة الأرض وهناك مدرسات تعتبرهم محتلين إسبانيا موزعة بين مدرستين هناك الذين يعتبرون بأن ما حدث في 1492 هو انتصار وهناك مدرسة ترى بأنها حرب أهلية طبعا الذي يهمني هو ربط الجسور مع الذين لهم نظرة موضوعية وأعتقد أنه إلى الآن طبعا لا يمكن أن ننكر بأن هناك أصوات موضوعية تعيب بالبعد أو التراث المشترك بين الضفتين لكن هناك كذلك مخلفات ترفض وتعتبر بأن الهوية الإسبانية أو هوية الأندلس أو إسبانيا عفوا تمت في منوأة الإسلام هذا الاتجاه لا يزال قائما ويؤثر في الأحزاب اليمينية لابد أنا في اعتقادي بأن القضية الموريسكية هي رمز رمز لكسر جليد عدم التفاهم نعتقد بأنها ستكون المدخل لأنه في نهاية المتاف جنوب إسبانيا أو الأندلس هو استمرار لشمال المغرب وكذلك أو شمال المغرب واستمرار لإسبانيا ثقافيا وحضاريا لا يشعر شخص مثلا في الشاون بأنه خارج أو عن الأندلس هناك تراث مشترك وطبعا المسألة ليست من منظوره هي محاكمة إسبانيا هي محاكمة إديولوجيا معينة ومن الموضوع أن نعترف بأن هذه الإديولوجيا أي محاكم التفتيش وما يسمى بالاسترداد لا يزال يؤثر في شرائح كثيرة في الأحزاب اليمينية في إسبانيا سنكمل طبعا حوارنا في هذا الموضوع دكتور حسن وأيضا دكتور حسين لكن نتوقف مشاهدين مع أراء الشارع المغربي الذي سألناه طبعا عن أقرة إسبانيا في حق اليهود الذين طرد أجدادهم في الجنسية الإسبانية ماذا عن أحفاد المسلمين الذين عرفوا نفس المصير نشاهد عين من الإجابات موسيقى وإذا أعطوا الحقوق اليهود ربما المنطقة سأعطي وصل مغاربة نحن ما نقولوش علاش أعطوا اليهود نحن نقولو علاش أعطوا اليهود وما أعطوا شي مغاربة يعني مع أن تقدوش السياسة إسبانيا حرة تعتيل من ما بغت ولكن ما أخصوش يكون يعني تناقض في المواقف يا إما سأعطينا اليهود أعطيتها المغاربة أو لماذا سأعطيتها الحد أنا كموريسكية وكان طالب من الحقوق دينا من الدولة الإسبانية اللي هي ديمقراطية أعطت الحق من اليهود وما أعطتنا شي الحق حنايا كمسلمين أنا كواحد من شامل إفريقيا اللي هم يعني أندلوسي كان إسبانيا تعتادر المسلمين والموركسيين نفس الطريقة اللي أعتادروا اليهود وطعتهم جنسية لجرابة اليوم أندلوس هؤلاء المورسكيون العادوا إلى شمال إفريقيا وعادوا إلى المغرب لهم الحق أيضا في الاستفادة وفي الاعتراف بهم كناس أعطوا الكثير الكثير لإسبانيا في حضارتها وهم عرب فلماذا تستثنين فهذا الاستثناء أنا أعتبره عنصري يعني يجب على المملكة الإسبانية وعلى الحكومة الإسبانية أن تراجع هذا القرار الذي هو قرار يعني لا يرقى إلى مستوى التاريخ الإسباني الذي يجمع مجموعة من الأعراق ومجموعة من الحضارات وهو كان بمثابة الوطن الأم الذي تشكلت عليه يوما ما حضارة متعددة ضمنها الحضارة المورسكية التي من حقها ومن حق المورسكيون إخواني المورسكيون الذين نزحوا إلى المغرب من حقهم ومن حق إسبانيا أن تعطيهم الاعتراف بجنسيتهم وبأحقيتهم وهذا بعدهم لن يساهلها التاريخ دكتور حسين يعني إذن الموضوع هو موضوع رمزي وموضوع معنوي بشكل سريع هل بالإمكان الضغط على الحكومة الإسبانية لإجبارها على الاعتراف بهذا الخطأ التاريخي التي تحدثت عنه بالنسبة لليهود كما هو الحال بالنسبة لأحفاد المسلمين يمكن تعد أساساً على المجتمع وعلى الدولة أو على الدولة الإسبانية لماذا؟ لأن إسبانيا في الوقت راهي تعيش نقاشاً كبيراً حول مخلفات الماضي أي هناك حركات في أمريكا اللاتينية تطالب إسبانيا بالاعتدار على ما اقترفته بعد اكتشاف القرى الأمريكية هناك حركات في إفريقيا في الدول التي كانت تستعمرها إسبانيا تطالب كذلك بالاعتدار لا ننسى أن في المغرب كذلك هناك حركة في شمال المغرب وفي المغرب عن دول إسبانيا في الحرب الكيماوية في العشرينات من القرن الماضي وكذلك هناك ما يسمى بالقضية الموريسكية لا ننسى على أن هذا النقاش عندما نتحدث عن الموريسكيين وعن طرد اليهود فإننا نتحدث عن أولى عملية عن أولى الإجراءات التي قامت بها إسبانيا لبناء الدولة الإسبانية ما يسمى الحديثة بعد سقوط أندلس وبالتالي فإنه نقاش شكري عميق جداً ولكن يتطلب مننا نحن المتواجدين في الدفة الأخرى أو مثلاً الشعوب التي عانت من هذه الأشياء أن نبلغ خطاباً تقافياً تاريخياً متكاملاً للضغط على إسبانيا كما فعل اليهود هناك من أمريكا اللاتينية هناك حركة متقدمة جداً يكفي على أن رئيس المكسي الذي هو لوبيس أوبرادور منذ ثلاث أشهر أو أربعة أشهر وجه رسالة إلى عاهل إسبانيا الملك فليب السادس يطالبه بالاعتداء ونفس الشيء حدث مثلاً من طرف إكوادو ومن طرف بوليبيا ومن طرف بنيسويلة لكننا نحن مثلاً في شمال إفريقي أو في الدول العربية الذين علينا من استعمار حتى العقوب الأخيرة لم تستطع التبق والنخبة أن تبرور مثل هذا الخطاب في مطالبة الآخر بتصحيح الأحطاء وأعتقد بالتالي على أننا يجب أن نبرور هذا الخطاب اتجاه إسبانيا لكي تقدم اعتداراً شديداً بالذي قدمته لليهود نتمنى ذلك لكن يبقى للسؤال هل نملك العزيمة والقوة والنفس الذي يملكه اليهود شكراً جزيلاً لك على كل إن الدكتور حسين مجدوبي كاتب وصحفي مغربي مقيم في إسبانيا من أكثر من عشرين عام كنت معنا من إسبانيا من مدريد وأيضاً شكر موصول للدكتور حسن أوريد سياسي وكاتب مغربي وأول ناطق رسمي باسم القصر الملكي سابقاً كنت معنا من الرباط شكراً جزيلاً لكما شكراً لك